حقيقة تألمت كثيرا عبدالسلام ظلعاط صديق عزيز وكاتب مسرحي فنان يعني لأسف الشديد لكن أنا لم أعد التفاقع يعني أنا رأيت وجوها كثيرة رأيت نبيل الشرعبي وهو يجمع القوارير وهو صديق عزيز أيضا وصحفي ماهر في القانم الاقتصادي عبدالسلام ظلعاط أيضا شخص يعني صحفي الريمي في قسم الرياضة في صحفة التورة أشخاص كثيرا جدا يموتون في البيوت محمد القرادي شاعر جميل وشاعر قيد أيضا أصيب قلطة في البيت محمد القعود أخي الكريم نحن أمام مأساة حقيقية للأسف الشديد يعني أدباء يموتون إعلامين أيضا مخضرمين ماتوا وهم يعانون لم يجدوا يعني قيمة الأدوية التي يعني يواقهون بها المضاعفات عندهم القلب عندهم السكر عندهم الضغط إذن نحن أمام حالة غريبة حالة مأساوية أعتقد لم ترتكف في أي مجتمع أخي الكريم نحن نعيش مأساة هذه الميليشيا هي نفسها الميليشيا التي تسير النظام العراقي اليوم وفي فيروت وفي أيضا في جانب من سوريا اليوم نفسها إيران موجودة في صنعاء هي موجودة في دمشق أربعمائة مليار دولار في دمشق عفوا في العراق يعني ذهبت لا أحد يعرف أن الناس تأخذ من القمامة لا أحد يعرف أين تذهب هذه المبالغ إذن نفس الطريقة هي تمثلهم في صنعاء القانب المظلم من هذه الميليشيا هي تمثل النظام الإيراني بشكل عام هي تقمع الناس هي تقوّعهم هي إنعكاس أيضا للإمامة لإمامة التي ظلت تكتمع اليمين 1200 عام حتى قامت تورة 26 سبتمبر